وفاة مدير المباحث العامة في خميس مشيت وابنته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الاعزاء ان لله وان اليه رجعون توفي مدير ادارة المباحث العامة بمحافظة خميس مشيت العميد احمد الزهراني وابنته في حادث مروري اليم وغرد الحساب الرسمي لمحافظة خميس مشيت على تويتر بنعي المحافظ خالد بن مشيت العميد الزهراني بكلمات جاء فيها ينعي محافظ خميس مشيت خالد بن عبد العزيز بن مشيت ومدير الادارة الحكومية بالمحافظة العميد الزهراني وابنته ان لله وان اليه رجعون انتقل مدير ادارة المباحث العامة بالمحافظة العميد احمد حسن الزهراني وابنته الى رحمة الله تعالى وذلك بسبب حادث مروري نسأل الله العظيم لهم الرحمة والمغفرة وان يرزق اهلهم وزويهم الصبر والسلوان ان لله وان اليه رجعون تعدادة الاسباب والموت واحد سألنا المولى عز وجل لهم الرحمة والمغفرة اعزائي المتابعين وكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته